بجي أتنفس ذاك كان آخر ما تفوه بالفنان التشكيلي فتح غبن قبل أن يرحل ذات الخامس والعشرين من شهر فبراير عام الفين واربعة وعشرين في خضم حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة قيل توفي بنقص في الأكسجين وتهتك في الرئتين ونقول قضى شهيدا بنقص في نفس الحرية التي عاش مناضلا من أجلها حين منع الاحتلال خروجه إلى مصر لتلقي العلاج بعد أن تفاقم وضعه الصحي جراء غبار الفسفور والصواريخ المتفجرة رحل شيخ التشكيليين الفلسطينيين ومن لقبوه بفانغوخ غزة حاملا غصة استشهاد ابنه وحفيده وعديد من أفراد عائلته وحاملا نكبط ضياع جميع لوحاته تحت أنقاض مرسنه الذي قصفته إسرائيل وحولته إلى ركام من ذاكرة الوجع بينما أنهر السام حياته التي بدأها رضيعا لاجئا في خيمة إلى شيخ نازح فيها دون أن يتمكن على امتداد سبعة وسبعين عاما من عمره أن يزور قريته هيربيا الواقعة على مرأة بصر وكيلومترات معدودة من قطاع غزة لم تكن الهوية أشهر أعماله وأيقونة لوحاته فحسب بل أيضا محور حياته ومسيرته الفنية التي دفع من أجلها ضريبة الانتماء ونال بها شهرة كسرت حدود الجغرافية المحاصرة حاملة ألوانه وظلاله وضوء قضيته العادلة إلى أرجاء المعمورة الراحل فتح غبن شهيد الريشة والنضال وأحد رواد الحركة التشكيلية الفلسطينية الحاصل على وسام هيروشيما ووسام الجمعيات العالمية بتوكيو ووسام سيف كنعان وجائزة بيت الصحافة التقديرية ووسام الثقافة والعلوم والفنون لدولة فلسطين حوله وحول مسيرته يدور حوارنا هذا المساء برفقة الفنان التشكيلي الأستاذ وليد أيوب أستاذ وليد أيوب أهلا وسهلا بك ضيفا على الصلوم الثقافي أهلا فيك نعزيكم نعزي الحركة الفنية التشكيلية ونعزي فلسطين بفقدان هذه القافة التشكيلية العالية الأستاذ فتح غبن رحمه الله الله يرحمه وشكرا لساعكم بحكي يعني هو شهيد أنا بعتبره الشهيد فتح غبن حتى اسمه نوفانكوغ غزة أتوقع أنه يعني ماعطهوش حقه يعني فتح غبن كان يعني بساطة الفن تبعه واصل للأغلبية في الشعب الفلسطيني ولقضيتنا يعني مش يعني تقدر تحكي عنه مش فنان يعني بينظر إلى التراكم الأكاديمي بالفن التشكيلية ولكن كان ببساطته يصل لأي بيت يعني أنا بتذكر وانا طفل كان يجبونا رسماته عن كيف برسم الفلاح كيف عايش الفلاح مع الغنمات مع الشجر مع الشمس كنت أحب حتى أن أقلده وانا طفل أرسم لوحاته أهى لا شك أنه كان قدوة لجيلكم بالضبط مجي الله حق له صحيف كلود موني رائد المدرسة التعبيرية في الفن التشكيلي لديه مقولة جميلة يقول نحن نرسم كما يغني الطير الرسوم لا تصنعها الشرائع ربما هذا ينطبق كثيرا على فتح غبن فتح غبن لم يكن أكاديميا في الرسم يعني كان أستاذ نفسه تعلم بنفسه ولنفسه كيف تفسرون هذا الذي نشأ في مكان لجوء في غزة التي كانت تعانين من حالة فقر ولجوء لم تكن هناك بيئة تشكيلية بنية تحتية تهيئ له أن يكون رساما عظيما ولكنه أصبح كذلك بماذا تفسر هذا النبوغ في بيئة لم تكن مهيئة مثل هذا النبوغ أولا هو الفنان المعاناة هي اللي بتخلق الفنان وهي أكبر مدرسة أكاديمية هي المعاناة والشارع أو الحياة البسيطة فيها معاناة الاحتلال واللجوء هو ترك المدرسة لأجل يعيش أهله لقمة عيش يجيب لهم عشان يعيشوا أهله فصار يرسم وصار يشتغل بالفخار وصار يشتغل وعلمته الحياة وصار يشوف قضيته بطريقة أنه كيف يطبقها على ورق قضية فلسطين وقضية قرية واللي طلع منها هي قريبة على غزة وقريبة على قريتنا وقريبة يعني على اللجوء الشعب الفلسطيني في الجنوب فأتوقع أنه يعني المدرسة الحياة أقوى من مدرسة الأكاديمية أنا باعتقادي وهي لها أغلبية أكتر جمهور يعني مش كلنا بنعرف الفنانين الكبار بس يعني أبسط واحد عندنا في الشارع بيقدر يعرف أنه هاي له حالة فتحة غبن ببساطتها وبصمة الخاصة وبصمة الخاصة طبعا بالضبط لقب فانغوخ الشارق أطلقه عليه الحركة نقاد الحركة التشكيلية في ألمانيا لا شك أن هناك وشائج مشتركة أن يشبهه بفانغوخ وليس وفانغوخ هو طبعا رائد ما بعد الانطباعية والتعبيرية ما الوشائج المشتركة بين رسم فتح الغبن ورسم فانغوخ؟ لا يعني قوة فانغوخ هو صاحب فلسفة في التعبيرية في الرسمات اللي هو بشتغلها أكتر وفتح الغبن بشبه الألوان اللي بيحط فيها فانغوخ يعني فتح الغبن وفانغوخ حتى الاسم في التقارب يعني حتى موسيقى الاسم بس إذا تطلع على لوحات فانغوخ من الألوان والنارية اللي بيشتغل فيها بلوحاته قريبة كتير على لوحات فتح الغبن من الألوان اللي بيستخدمها فتحي البساطة والتعبيرية أكثر والضوء والظل والضوء اللي هو بيشتغل فيه أكتر فقريبة يعني فيه انسجام يختلف المعنى يختلف الله ولكن بشبهوا بعض باللون يعني بالألوان فأنا بعتقد أنهم أخذوا هذا الاسم اللقبوه فيه لقربة اللون قرب الألوان الزيتين المستخدمة بالضبط قرأت مرة لمقال لشاعر المرحوم أحمد دحبور كان قد كتبه عن فتح غبن في حياته وقال أن هذا بلا مدرسة ولكنه يتجول بين المدارس يعني ما رأيكم في هذه المقولة أنه يعني لم يختر هو فعلا يتجول بالضبط هو فعلا يتجول بين المدارس ما بين الطبعية وتجريدية وتكعبية وسريالية فيه عنده عنده يعني عمل عدة محاولات لا يوصل الفن لأبسط البشر ولا أعماقهم يعني لأبسطهم ولا أذكاهم أو للفئة الأكبر المتعلمة أكثر يعني فكان هو قادر أنه يوصل هذا الموضوع يعني الموضوع بسهولة السهل الممتنع اللي بيشتغل فيها بالسهل الممتنع اللي بيشتغله فيه فانكوخ يا سوري اللي بيستغل فيه فتح الغبن فباعتقادي أنا شفت لوحات كثير إنه وبحبها لأنها فيها بساطة يعني إنك أنت بتحكيها الله هي اللوحة عادية ترتسم ولكن إنه قدر يوصل لها العادية هاي هنا هنا الصعوبة كانت يعني ما فيه أي فنان بيقدر يوصل البساطة تبعا يعني اللوحات خاصة يعني مثلا يعني فيه لوحة هاي اللي فيها الحصادين والفلاحين قربوا على شغل كثير فانكوخ راسم هذا الشغل ولكن عملوا بطابع فلسطيني أكثر ونفس الوقت الفلاحة بجمالها بضربة لهذه طبعا التأثر هو كمان متأثر بفنانين فلسطينيين كمان يعني المزين كمان قريب على عمال طبع عماله خاصة في البوسترات اللي كان يشتغلها فتح الغبن زمان يعني فبعتقد أنه كان هو شاط يعني قادر يصنع لنفسه اسم لحاله خاص هل تعتبرونه أنه شكل مدرسة خاصة به في التشكيل الفلسطيني طبعا 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 اللوحة إذا بتنعرف أنه هاي اللي فتح الغبن بدون ما تشوف توقيحها أكيد هذا يعني شكل مدرسة خاصة له يعني يعني طبعا طبعا خاصة له بتصير مدرسة هذا قطع غزة الذي سبق أن قلنا أنه لم يكن فيه بنية تحتية لحركة تشكيلية أو ويخرج مثل هكذا عبقري فتح الغبن هنا هذا ربما يقودنا إلى جدلية الموهبة هل هي فطرية أم مكتسبة؟ ربما تجربة فتح الغبن تثبت أن الموهبة هي فطرية يعني ما رأيكم كفنان؟ هل ممكن أن تكتسب الموهبة؟ أو لا بد أن تكون موجودة بالأساس؟ لا إذا أنت شخصية مثال يعني أنا بحاجة أشوف موضوع الاكتساب الأشياء ممكن كل شيء الواحد يكتسبه يقدر يكتسبه إلا أشياء يعني معروفة نادرة يعني هي الشعر أنك تصير شاعر صعب تكتسبه أنك تصير صوتك جميل صعب تكتسبه وأنه تكون كريم أو تكون بخيل يعني بهذا المعنى فهذه الأشياء لا تكتسبن يعني بنخلق معك بالفطرة ولكن من واحد لواحد أنا مثلاً وانا صغير كنت أرسم باللا إراد هيك أشوف أي شيء بإيدي ترسمه حتى بالهوى فلوم بحكي أنه في أشياء تكتسب يعني أنا هي عملية حسابية رياضيات أو عملية هندسية إذا أنا بعطي الطالب كم عضلات الوجه بصير تيرترسون بورتريه إذا بحفظهم يعني فأشياء تكتسب يعني أنا قصدي أنه الفني يكتسب بس بده جهد ومثاله رقب لكن الإبداع الإبداع بصفي بصفي نفسه الإنسان إبداعه بقراءته بالوعي تبعه بصير هو الإبداع يوصل بس الرسم نفسه يكتسب يعني وهذا الرجل العصامي خلال مقابلاته كثيرا مصرح أنه تعب على نفسه لم يتلقى تعليما فنيا أكاديميا ولكنه اشتغل كثيرا على نفسه وطور وطور نفسه كثيرا طبعا طبعا كان لديه مثابرة وطموح وربما أيضا هذه أشياء أساسية أكيد أكيد أساسية جدا أن الإنسان عنده عنده حلم يوصل له حتى لو كان وكل مكان صعب كل مكان يعني نتيجة أجمل رح تكون نتيجة أفضل وشعب الفلسطيني خلاق يعني طبيعته القضية كمان ساعدتنا إحنا إنه نخلق كمان مبدعين يعني إحنا كمان برضو ما نحمل إنه إنه قضيتنا هي متعبة لها الدرجة هي كمان عملت مبدعين كان كتاب ولا فنانين ولا شعراء ولا كمان يعني في ناس اشتغلوا على القضية وفي ناس اشتغلوا القضية حملوها بالضبط حملوا القضية فكل يعني هذا الرجل في بساطته هون إبداعه يعني هون لوصلوا للناس بإبداعه وبساطته ولكن مسكين وفاته أو استشهاده في هذه المرحلة للأسف يعني إعلاميا ضمن يعني الشهداء اللي بنشوفهم وهالقصف اللي بيشوفه للأسف ما أخذ حقه ما أخذ حقه حتى إنه نرثيه صح أو نعطيه حقه في إنه يعني نطلع له بجنازة يعني طليق 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 بعظمته يعني رحم الله فتحه بني يعني أنا باعتبره من الأسات زي اللي أنا بأفتخر فيهم وبحبه وباعتبره فعلا مدرسة للناس اللي ما ساعدتهم الحياة إنهم يدرسوا أكاديميا في المون ولكنه درسة رغم أنه بالضبط ولكن درسة بالضبط فأحكي هاي الجزئية يعني اكتسبها هو وبس هي طبعا عنده موهبة بداية ولكن هو اشتغل عليها واشتغل يعني وخلاها تساعده حتى في الحياة إنه يقوم تعيشوا يأكل واشروا آخر أيامه يعني للأسف كان وضعه المادي سيء لدرجة إنه كان يبيع أي لوحة لهم يطلعوا على مصر يتعالج ولكن للأسف جانع يعني متأخر وضعه واستشهد يعني في رحمه الله الله يرحمه هو أيضا أحد مؤسسي رابط التشكيلين الفلسطينيين في 1973 هذه الرابطة في الضفة والقطاع أطرت ومأسست الحركة التشكيلية إلى أي حد هذا السهم ربما في انتشار الحركة التشكيلية ولا هو في إقامة المعارض التي هو عرفة من خلالها في الخارج أولا هي الرابطة للفلسطينيين تشكيلين لازم مفروض كانت تكون اتحاد فلسطينيين تشكيليين أكثر يعني لأسف أنا ما يعني ما عصرت مرحلة بداية الرابطة لأسباب العمرية وإني أنا مكنتش موجود في البلد هان ولكن أنه اشتغلوا عليها بأنا مشكلة كمان حتى في موضوع الاتحاد بين غزة وبين الضفة يعني منافستهم يعني بتخسر الطرفين أنا بأعتبر الموضوع يعني بس هي مهمة لازم تكون لأنه هو النفس الوحيد بوصل مشاكل الفنان للحكومات هو من خلال المعارض التي قامت بها الرابطة كان هناك زوار تشكيليين في القدس وعرفت لوحاته وانتشر خارجا صحيح صحيح يعني زي غزة كان فاني لما اشتغل على مجلة الشعراء من الداخل ونعرف سميح القاسم ونعرف محمود درويش ونعرف امي الحبيبي وهذه المجموعة كمان رابطة لما عملت معارض لفتح غبن برضو نعرف أنه فيه فنان في غزة من اللاجئين في غزة اللي هو فتح غبن وصلتوا الضوء عليه يعني لا شك أنه كان له دور قوي ولكن فيه عندنا احنا أزمة دائما في موضوع ما بين الضفتين الضفة أو القطاع في موضوع المنافسة الفنية يعني حتى حاليا أنا كنا نشتغل على موضوع الاتحاد أن نحييي اتحاد الفنانيين ولكن للأسف للأسف لسه مجمد يعني مع فنان بقامة عبد الرحمن المزين لأنه فيه مشكلة فيه إشكالية مع أنه هو المنقذ الوحيد للفناني الآخرين يعني احنا عنا بسه فلسطين ولادة يعني الله يرحمه فتح غبن بس فيه كمان فنانين رح يطلعوا لأنه قضيتنا مستمرة يعني احنا شعب خلاق وشعب متعلم وأكاديمي أكثر من كل الشعوب العربية بالضبط كأكاديميا يعني فبتمنى أنه يرجع الاتحاد ويكون فيه يعني تسليط الضوء أنه يحيوه من جديد يرجع إنه تمنى ذلك منذ أول لوحة طبعا هو في البدء كان يرسم على جرار الفخار ويرسم على دفاتيره لكن أول لوحة رسمها يعني بمعنى لوحة اعتقل بسببها ونداء الحاكم العسكري وفي المحكمة قيل أنها تمثل خطر على أمن الدولة وأنها تحريضية وأنتم كفمنا تشكيلي متى تصبح اللوحة رصاصة وأن كان الأمر يبدو سخيفا أن تكون لوحة تشكيلية خطر على أمن دولة ومبالغ فيه لكن متى تصبح اللوحة رصاصة متى تؤذي وتؤزم الاحتلال متى تشعره بالخوف المحتل فاهم وضع الفن والثقافة إنها كثير خطيرة يعني الثقافة هي عبارة عن المفروض تكون جيش الدفاع للشعب الفلسطيني اللي هي الثقافة يعني الثقافة والفن والشعر والكل الفنون هي تكون هي عبارة عن جهة مدافعة عن قضيتنا لأنه إحنا لا نمتلك السلاح في فترات معينة زي الفترة اللي إحنا بتحكي كنت فيها لما أعتقلوا ولكن في حجر كان في حجر وكان في قلم والقلم لا يقل عن الرصاصة إن كان رسم ولا شعر يعني أنا باعتقادي المحتل فاهم وضع المثقف أو الفنان وضعه خطير أخطر من البحمة البندقية ولما يعمل حتى عملته الإسرائيلي لما يعمل عملته يحط عليها كاتب وشاعر مؤدب وأديب وهم قاصد إنه هذول هم من رموز الخلقوا الحركة الصخيونية أو الحركة دولة إسرائيل فأنا باعتقد إنه هم فاهم بالضبط قيمة المثقف والأديب الثاني كان فاني ما اغتلوا من فراغ وغير وغير أسماء كثير أنا مش قادر أحكيها بس موجودين كثير أسماء من فنانين وفتح غبن لكن ما بدهم يعملوا كمان المسيح فاعتقلوا واعتبروا إنه اللي بتعملوا أنت يعني خطر فأنت أشتغل بإشي تاني وروح إذا أجل إنك ترسم حتى عن موضوع القرية أنت بتكون مناضل إنه قرية الفلسطينية إنه الشعب الفلسطيني قبل الاحتلال باقي بس قروي بفهمش غيره في السوري يعني في الأغاءة في القرية مرتبط بالأرض يعني لا لا مش عفوا مش بيش شكل إيجابي مش شكل سلبي أنا بحكي إنه أنت بس أنت كانت عندها مدينة أنت كنت مدينة أنت في القدس كانت مدينة حفا كانت مدينة إيافا كانت مدينة وين هاي في التاريخ مسلط لي على القرى إنه هذا الشعب الفلسطيني بس كان ثوب وحطه وعقال وعنده غنم وعنده خيمة وسري وبيحصده وبيبيعه فلاح يعني لا يمتلك غير إنه يكون فلاح بسيط وأي حدا أعطيه غنمتين ومغارة بصير فلاح يعني في أي مجتمع فإنه الشعب بدون أرض لأرض بدون شعب إنه هيعتبر أنك أنت مش في شعب أنت شعب تشوي قروي يعني قاعد زيك زي غيرك ما كان يصلت على المدينة الخوف دائما عند الاحتلال إنه المدينة لما يكون عائدة لحيفا مثلا كان فاني في روايته هنا برتعبه إنه في حيفا كانت مجودة مدينة إنه في حواضر يعني ثقافية ومجتمعها عندنا السينما وعندنا مصرح وعندنا مجلة وعندنا إعلام فهذا هون لما خلوه يتسلط أخونا فأتحي غبن الله يرحمه إنه أنت بحاصرك وممكن أسجنك وممكن يقتالك وبسهولة يقتال بالنسبة لهم ما في مشكلة ممكن يقتاله واحد جنبه على اعتبارهم بيقتلوه وهو يموت بالعروة ويطلع هيك ما حدا يذكره وكثير ناس راحت بهذه الطريقة أكيد هو حسب ما يذكر طبعا أنه بدأ حياته يعني مسيرته التشكيلية المهنية منذ منتصف الستينات تلك الفترة كانت فترة مد ثوري كان انطلاق الثورة الفلسطينية وكان المد الثوري عالي جدا على عكس ما بين النكبة والنكسة كان هناك نوع من البكائيات من رسومات البرتقال الحزين الهجرة فترة فتحي غبن هي فترة ثورية ومن سمات هذه الفترة هو الملصق الملصق الذي كان يطبع وحين طبعت لوحته الهوية بألاف النسخ اعتقله الاحتلال وحوكم ساعتها دور الملصق في تلك الحقبة ماذا قدم للقضية الفلسطينية تشكيليا وهل مزال الملصق يتمتع بنفس الدور النضالي التعبوي كما تلك الحقبة أم لا لكل زمن له تطوره الطبيعي البوستر كان في زمنه وهو عبارة عن التلفون اللي احنا فيه لأن احنا بنشوف دائما الأحداث على اليوتيوب أو بنشوف الأحداث على التوك توك هلأ انت هذا البوستر كان في زمنه زيه وزيه ونفس الشيء كل يوم تطلع عليه بتشوفه بشكل يعني متطور يعني يوم بتشوفه انه بيحكي عن قضية الفلسطينية بتشوف مثلا صورة القدس تتذكر القدس بتشوف خارطة فلسطين تتذكر خارطة فلسطين بتشوف التطريز الفلسطيني الثوب تتذكر الثوب الفلسطيني بتشوف الرجل اللي لابس جنباز وحطه وعقال تتذكر الزيه الفلسطيني القديم بتشوف العمير البرج الأبراج أو صورة القدس بتتذكر المذابح اللي صارت على صورة القدس وانه هذا البلاد لك هي ملكة لك فالبوستر دائما كان يحييك وكان يزين بيتك كمان حتى يزين بيتك في اشي انت بتفتخر فيه انه هذا انت يعني يعني وكان يصل اكثر بكمية اكثر من اللوحة التي ربما مش كل ناس تقدر تقتنيها بالضبط تقدرش تقريها فكانت طريقة اسهل زي ما تعمل بوستر وتوزعه تبروزه وتعلقه في البيت يعني كمان تزين البيت اكسسورات البيت بيكون كمان له اكثر من مشكلة ها بعض جمال وحتى تهدي لناس ثانين اجانب حتى اجانب او عرب كانوا ينبسطوا فيه يعني يعني كان يكون بتحكي عن قضيتك بتحكي عن شعبك بهذا البوستر الجميل اللي بعملوا فتحي ولا اللي عمله الله يرحمه نذير نبعة ولا اللي عمله جمال افغاني او حسني رضوان او ولا سليمان منصور ولا نبي العناني طبعا اسليمان ونبيل كانوا يشتغلوا اكثر على بوستر على لوحات فتنعملوا منها بوسترات ولكن هم انا بحكي عنهم اسماء هم يعملوا بوستر للبوستر خصوصيا نذير نابعة كان هو اللي عمل الشعار العاصفة يعني هو اللي رسمه مثلا الآن في هذه الحقبة ما الذي نابع عن البوستر هل جهاز الموبايل لا هو هل يعني التطور الذكاء الصناعي اللي بيصير هلأ في ظل اللي احنا فيه يعني اصبحت رقمية صارت اشيه اكلها رقمية ملصقات رقمية هلأ انت في بيتك ولا في صورة فوتوغرافية جديدة لك مطبوعة كل هنا ع تلفونك صحيح فهي المشكلة يعني كمان بس قيمة البوستر لسه له قيمة بس يعني بيظل بيظل له قيمته وهيبته ايقونة اعمال فتحي غبن هي رسمة الهوية والتي رأى فيها البعض كانت عام 84 ورأى فيها البعض انها كانت استشراف للانتفاضة الاولى حيث برزت فيها كل رموز الانتفاضة الاولى الحجارة والمقلع والكثيرا ما يقال ان الفنان رأي ان الفنان قادر على استشراف المستقبل قد يكون هذا صحيح لكن ناجرا ما نتحدث عن ان الفن هو نفسه هو ممكن ان يكون هو صانع الحدث القادم هو الذي يصنع الوعي الذي يمكن ان يشكل الاحدث او يعني في النهاية كل شيء يبدأ فكرة الا تجدون ان هذه اللوحة ممكن ان تكون هي ساهمت في قيم الانتفاضة وليس فقط استشرفتها بالزبط هون الفكرة الفكرة مش انه الاستاذ الله يرحم مفتحي غبن انه اللي تنبأ بانه سير انتفاضة بجزء هو كان ساعدنا تصير انتفاضة في اعماله الفنية وامال غيره يعني يعني هو احدا الوسائل اللي خلى الشاب او الفتى او الطفل يحمي الحجر ويضربه يعني في اللوحة من اللوحات لانه انت ما عندك سلاح غير الحجر فانت كعندك وعي وانت بتشغل بطين فتحي غبن اكيد لما رسم هاي اللوحة عارف انه هو بده يوصل بسج انه الاشياء تأخذ بالقوة حتى لو باقل الامكانيات هو الحجر هو الحجر فرسم وحط هاي اللوحة اكيد اكيد فتحي غبن يعني من ال من الاؤوائل الفعلا الحببك بالارض والحببك حتى المقاومة وشكل الوعي طبعا وشكل الوعي طبعا الجماعي طبعا اكيد الاعتقال والمحاكمة ومصادرة اعماله ومنعه من السفر حولته في وقت من الاوقات الى بطل وطني وكأن الاحتلال يعني يريد ان يعاقب الفنان فيزيد من شهرته يعني كانت هناك حملة عالمية حين تم اعتقاله بسبب لوحة الهوية كيف تنظر الى هذه الدولة التي تدعي انها قوية وتخاف من الرسمة تدعي انها حضارية وتقتل لوحة وتقصف مارسا هذه المعادلة المتناقضة يعني بين الهمجية والدعاء الحضارة والخوف من لوحة والقوة العسكرية التي تمتلكها كيف تنظرون كفنان تشكيب انت حكيت انها هشة هي دولة هشة ولكن اذا بتطلع مثلا على رموزهم هم كمان او او عن هولوكوست المجزرة اللي صارت في هولوكوست اللي احنا كنا بنعترف فيها يعني انا ما بنكرها يعني وجودها ولكن بطلعوها بشكل يعني يعني يطلعوا على الاطفال اليهود في المانيا بفترة من فترات كانوا في لعبة في المانيا اللعبة هي نفسها طرد اليهودي او طرد الطفل اليهودي بلعبة السلاية فحطوها من رموزهم بالبوسترات في المتاحف وفي المتاحف عن هولكوست عن دولتهم انه تطلعوا كدش كنا متحاضين وكدش هذا حتى الطفل ما كانش يلعب وذا لعب بده يكون لعبة هو بين الاطفال الالمان يطروا من اللعبة فقصدي انه فاهم هو المحتل فاهم كل صورة بتصير فيه يعكسها علينا كل شيء صار فيه اسقاط اسقاط بالضبط كل ازمة صارت فيه في حياته من بيدي الخليقة للان بيعكسها على الشعب الفلسطيني بده يلغي وجودك بده يلغي كأنك ما لك حضارة نهائيا وبعتبر الفن حضارة واللوحة حضارة وجودك لوحة ما تفكري الأهرامات ما عرفوها الناس إلا بالفن حضارة فرعوني من عرفت إلا بفنونها إن كان تمثيل ولا كان لوحات جدرانية جدران ولا أحرامات ولا مسلات المسل عمل فني بس حكى عن تاريخ كل الفراعن الفن هو الباقي بالضبط وحكاها محمود درويش قتلتك الفنون جميعا أيها الموت قتلتك يا موت الفنون جميعا بالضبط فهو كان قاصد إنه ما يخلق لنا لا مسيح جديد ولا 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 مثق يعني ولا ثائر جديد ولا جفار جديد هل قصف يعني قصف المرسم في غزة الذي يحتوي على جميع عمال ولوحات المرحوم فتحي غبا هل تتوقع أن يكون قصفا عشوائيا أو ممكن أن يكون مقصودا يعني لدادة أنا باعتقادي حتى لو كان عشوائيا ومش قصدين أنا باعتبره مقصود يعني حتى لو هو مش قاصد المحتل يضرب بيت أو مرسم فتحي غبا أنا بدا أعتبره إنه لا هو قاصد يدمر كل الحركة الفنية الموجودة في غزة من ضمنها ويمحي إلى ذاكرة الهرم بالضبط ذاكرة المرسم أنت مالك فتحي غبا لوحة وسوري مش بس هي اللوحة المرسم لوحة الريشي اللي كان يرسم فيها هي لوحة هي تاريخ هو قاصد يلغي كل تاريخك يلغي الألوان كيف مزيجها كان فتحي غبا رحمه الله رحمه الله بالضبط في مقابلة له كانت خلال شريط وثائقي سجل له بأنوان هوية قال أن كان لديه هاجس وهو أن يفند الرواية التي روج لها الاحتلال الصهيوني عن أن الفلسطيني إرهابي وكان دائما ما يحاول أن يبرز الجانب الإنساني للإنسان الفلسطيني ما كانت أدواته في ذلك وإلى أي حد نجح يعني أن يعطي الصورة مشرقة يعني صورة المقاوم وليس الإرهابي صورة الإنسان وليس الإرهابي أنا باعتقادي إنه الإنسان إذا بده يضل يدافع عن نفسه إنه هو مش إرهابي هنا هو بسر إرهابي يعني بصير لأنه زي يعني زي اللي بعيشك بأزمته يعني هلأ أنا وقعديني وإياك يقول لك والله ما تلعب في تلفوني طب هذا ما بضوع ليش تحطني بأزمتك أنت أنا عندي عقدة من التلفون ما عدا يصيبه مثلا أنت بصير عندك هلأ هاجس نفسك تمسك تلفوني يعني أنا عيشتك بأزمتي أنا نفسية هو الإرهابي بعيشك بأزمته إنك أنت إرهابي لا هو تحدث أنه أنه يعني من خلال رسوماته أراد أن يبرز يعني نبل الفلسطيني وأن الفلسطيني مقاوم وليس إرهابي وشهامة الفلسطيني في الفن التشكيلي كيف يعني ممكن أن تكون الأدوات التي تعبر عن يعني أنت من المجال يعني هلأ كل واحد عنده ثقافته عنده 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 أسلوبه إنه كيف هو بده تطرح نفسه للآخر إذا أنت بترسم للآخر هو أنه بصير مشكلة أنت ترسم للعالم كله أنا بعتبر أنه فتح غبن ما كان بده بس يجمل حاله قدام العدو أو قدام إسرائيل لا نقول يجمل لك ربما يعطي صورة حقيقية غير المشوهة أوكي بس ويحمل رسالة أنا باعتقادي مش ضروري إنه كونهو مسلط إنه أنا كل همي الفني إنه أعطي جمالية الأشياء القضية عندي بدي أعملها هلا إذا بتطلعني في اللحظة هاي في اللوحة هاي إذا بتطلعني إشي إن أنا إشي إنساني ومتطوع وإنسان حضاري أوكي فليكن ولكن أنا ما بعيش في هاي الأزمة أنا أزمتي مش إني أرض الآخر الآخر ما ياخذ أرضي أنا طفل طلعني من بلدي طلع من هربي ههو طفل خلاي مرمي في اللاجئ أخرى أنا بدي بيرير له إن أنا إنسان ولا مش إنسان أنا لو صرت في لحظتها لو صرت فدائي أو صرت ثائر في حدا بيقول لي أنت غلط اللي بتعمله وهو كان ثائرا وفي أعماله وفي مسيرة حياته كان مقاوما ومناضلا هو في زمنه في زمنه كان يحكي عن إنسانياته كمعان هو أنا بشوفه فتحي غبن بعرفه أنا شفت آخر فترة في متحف درويش أجه وخلينا حسني ربوان يعمل المقابل معه الله أرحمه هو إنسان بسيط وطيب وما بده وبده كمان تصريح حشان يجي هان أو بده تصريح يحرك لأنه عنده حاجاته الحياة حياة أولاده بدهم يأكله يشربه يعيشه يعني في ظل هلا نوضع لهم فيه فطبيعي إنه ما يخلي حدا يتسلط الضوء عليه قبل أن ننهي الحلقة أنتم كفنان تشكيلي وليد أيوب ماذا ترك فيكم فتحي غبن ما البصمة الذي تركها فيك شخصيا وفي جيلك أنا بنظري فتحي غبن مدرستي يعني من مدرسي إلا أنا كمان أكاديميا ما ساعدتني كمان الحياة وصرت أرسم بالشارع كمان لقمة العيش فبعتبره قدوتي يعني ولكن الصبر والمثابرة طبعا أنا كمان أنا من قرية جم قريةهم أنا الفالوجي هو هربيا لدرجة أنه مرات بفكروا أنه من بلدنا كنت أنا زيار بفكروا من بلدنا لأنه عندنا نفس غبن في نفس العيلة في نفس البلد فهو ترك فينا طابع البساطة أنه السهل الممتنح هذا مش يعني يعني بده عبقرية خاصة هذي ربانية روحانيات هذي تكون أن يقتصر لمرحلة أنك ترسم بروحانية أكتر وببساطة أكتر وتوصل لأكتر الأغلبية الأغلبية بفهموا لوحاته بس أنا لو ديتك له الأغلبية بكاسو مش الأغلبية بفهمها يعني فنة تكعيبة ولا سريالة ولا تجريدي مش أي حدا ممكن يعجب بالصورة ولا يفهمها ممكن وممكن ما يعجبش فيها يقول لك شوها الخربيش يعني السورة عفوا يعني بس فتح غبن لا قادر يكون يوصل الرسالة بجمالية الفن وكمان وكمان عنده للإضاءة للبسيط ولا للمثقف ولا لكل الفئات وشوفوه بعبقريته وشوفو حتى ببساطة اللون اللي بعضته كمان في إلها جمالية عالية كمان يعني عشان يكتشبه لوحات فانكوخة فكرة وجميل هذا اللقاء معكم الأستاذ وليد أيوب شرفتمونا في الصالون التقافي رحم الله فتح الغبن ونتمنى لكم مصير عاطرة حتى تكملوا مشوار هذه القامات التي فقدناها لكل أسف شكرا لكم الله يرحمه بالضبط شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة حتى حلقة أخرى من الصالون الثقافي لكم مني من مخرج البرنامج خليل الدرابية ومن طاقم البرنامج أجمل التحايا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة